عقدت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضر موت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل باليمن اجتماعاتها الدورية بالمكلة برئاسة رئيس اللجنة محمد الحامد وفي مستهل الاجتماع شار الحامد إلى المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة مشهدا بالوقفات التضامنية التي شهدتها حضر موت خلال الأيام الماضية متطرقا كذلك إلى الوضع العام لمحافظة حضر موت بظل المستجدات الراهنة واستمعت اللجنة الاستشارية من مديرة مستشفى المكلة للأمومة والطفولة الدكتور ابتسام المعاري ورئيس هيئة مستشفى ابن سينا الدكتور خالد شيبان إلى التقرير عن وضع المستشفى والهيئة وأبرز الإنجازات والصعوبات التي تواجهها مشيدة بجهود قيادة وكوادر وموظفي مستشفى المكلة للأمومة والطفولة وهيئة مستشفى ابن سينا في إدارة الأزمات واستغلال الإمكانات المتاحة لاستمرارية عمل المستشفيات وتقديم خدماتها للمواطنين ترجمة نانسي قنقر